اشتركوا في القناة وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخده بيمينك إذا لارتاب المبضلون بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل علي آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لضوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمعهضة بالكافرين يوم يشعر العذاب من فوقهم ومن تهت أرجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنار خالدين فيها نعم جروا العاملين الذين صبدوا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لن يلحان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مطلسين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفضوا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباط ليؤمنون وبنعمة لا يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء ليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غربت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتبكنوا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بنضاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعملوها أكثر مما عملوها وجاءت رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم ذقوا مساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم دقوا مساعة يومئذ يتفرمون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبنون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من نفس واحدة واجعل منا زوجها ليسكن إليها فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته ملامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وضمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناسرين فأقم وجهك للدين حنيفا فضرة الله التي فضر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إلي واتقوا وأظيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حسب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضروا دعوا ربهم منيبين إلي ثم إذا أذاقهم من رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفضوا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنضون أولم يروا أن الله يبسد الرزق لمن يشاء ويقدره إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي قلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون غار الفساد في البر والبحر بما كسبت أي للناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقمة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجاك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعلي كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الغياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموه وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسده في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودغ يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانذر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بها للعم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يضبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم أدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على أدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها وزوى أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى علي آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كبر فإن الله غني حميد وإذا قال نقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشك لي ولوالديك إلي المسير وإيجادك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثبال حبة من خردن فتكون في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بي الله إن الله لظيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والنعن المنكر واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخود واقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة وأسبغ عليكم نعمة ضائرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بودع علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علي آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجده إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجع فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات السدور نمتعهم ضليلا ثم نطرهم إلى عذاب الغنيب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحمير ولو أن ما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بسير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والغمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الليل يريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشعهم موجوك الذلل دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجعهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتبوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود وجاز عن والدي شيئا إن وعد الله حقه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم سعة وينزل الغير ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل والحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أسل كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من دين ثم اجعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ في من روحه واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم برقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنوا ولو شئنا لآتينا كل نفس نودا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بيا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله تدجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وضمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عناه إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروه وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك إن ربك هو يسل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه اختنفون أولم يدلهم كم أهلتنا منهم قبلهم من القرون يمشون في مساكرهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعم وأنفسهم أفلا يبسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتذر إنهم منتذرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تدئ الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبئ ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوائكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأغسض عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتوا به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أماتهم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فان ذلك في الكتاب مسدورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا ظليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا علي ليحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتذنون بالله الظنون هنا لقبتني المؤمنون وزلزلوا الزلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا بذوره وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقن كانوا عاهد الله من قبلنا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولة قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا ظليلا قل من ذا الذي يعسمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نسيرا قد يعلم الله المعويقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا ظليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعيدهم كالذي يوش علي من الموت فإذا ذاب الخوف سلبوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذبوا وإن يأتي الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا ظليلا لقد كان لكم في رسول لي أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليمات من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتذر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهدوهم من آل الكتاب من صياسهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لم تطعوها فكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتا فتعالين أو متعكن أو سرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسولا والدار الآخرة فإن الله عد للمسينات منك ناجرا عظيمة يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف للعذاب ضئفين وكان ذلك على الله يسيرا